السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدارس هيبط الله الصف الأول العلوم الفصل الأول أماكن عيش الكائنات الحية أهلا وسهلا بكم صغاري لموضوع درس جديد من وحدة أماكن عيش الكائنات الحية أهلا وسهلا بكم تعالوا معي لنكمل ما تعلمناه في الدروس السابقة تعرفنا أن أنواع البيئة الصحراء والمنطقة القطبية والغابة واليوم سنتعرف على المنطقة العشبية والمنطقة العشبية يا صغاري ليست كالصحراء حارة وليست كالمنطقة القطبية باردة هي معتدلة المناخ أي حارة صيفا وباردة في الشتاء وتعيش فيها أنواع كثيرة من الأشجار والشجيرات والنباتات الصغيرة ومنها تتغذى بها معظم الحيوانات وتعيش حيوانات كثيرة ومتنوعة في المنطقة إذن صغاري المنطقة العشبية منطقة واسعة وخضراء تعيش فيها شجيرات صغيرة وأشجار كبيرة وتعيش فيها حيوانات مختلفة منها الكبيرة ومنها الصغيرة منها الأليفة وغير الأليفة وكذلك تعيش فيها الطيور والآن ننتقل إلى بيئة جديدة وهي البيئات المائية والبيئات المائية تقسم إلى قسمين القسم الأول البيئة المائية العذبة مثل الأنهار والبحيرات ويعيش فيها كثير من الحيوانات مثل الأسماك والطيور والضفادع وهذه الأسماك التي تشاهدها إنها تسبح في المياه العذبة وكذلك الضفدع يسبح في الأماكن العذبة هذه البطات التي تشاهدها إنها تسبح في المياه العذبة والآن صغاري ننتقل إلى البيئة المائية المالحة مثل البحار والمحيطات تعيش فيها كائنات حية مختلفة مثل الأسماك والمرجان شاهد معي صغيري هذه الكائنات المائية تعيش في البيئة المائية المالحة وهذا هو المرجان يعيش في البيئة المائية المالحة وهذه الحيتان والأسماك الكبيرة تعيش أيضا في البيئة المائية المالحة والآن تعال معي لنراجع الدرس الفكرة الرئيسية لماذا تعيش أعداد قليلة من الكائنات الحية في المنطقة القطبية؟ فكر معي لماذا تعيش أعداد قليلة في المنطقة الباردة؟ أحسنت يا صغيري لأنها باردة جدا الآن نأتي إلى الرقم اثنين المفردات أصل بخط كل مفردة بالصورة التي تناسبها فيما يأتي لدينا في المربع الأول كلمة الصحراء أين تشاهد كلمة الصحراء؟ رائع يا بطل ممتاز والآن الكلمة الثانية الغابة أين تشاهد الغابة؟ ممتاز رائع يا بطلي والآن نأتي إلى الرقم ثلاثة فيما تختلف كل بيئة في الصورتين المجاورتين الصورة الأولى البيئة تمثل الغابة والصورة الثانية المنطقة العشبية ما الفرق بينهما؟ فكر قليلا الصورة الأولى منطقة الغابة هي أمطارها كثيرة والمنطقة العشبية أمطارها قليلة انتهى درسنا لهذا اليوم ألقاكم على خير ما السلامة ترجمة نانسي قنقر